اهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددة برنامجكم عدسة ثراء و من خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات و الأنشطة المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية و الثقافية و الدينية فنتمنى لكم مشاهدين الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أسفل المرسلين سيدا محمد و على آله و صحبه أجمعين حياكم الله أيها الأخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات عبر قناتكم الرائدة قناة إثراء و عبر هذا اللقاء المتجدد معكم فحياكم الله عنوان الخاطرة اليوم ألا وهو كيف يتوب المقصر في رمضان الفائت احنا طبعا بشر و فينا يعني فينا الناس خنقول من السابقين السابقون السابقون عندنا نقول فينا ناس ما شاء الله المشتهدين في رمضان اجتهاد عظيم اجتهاد يعني كبير في الطاعات من حيث الصيام من حيث القيام من حيث قراءة القرآن من حيث الصدقة من حيث المعروف أنه المنكر من حيث صدر الأرحام و أطعام الطعام يعني سائر الأعمال في باب الخير كانوا سباقين و في ناس وسط و في ناس كانوا مقصرين هذا ترى الأمر وارد يعني إحنا ما إحنا ملائكة إحنا بشر ففينا المقصر و فينا المجد و فينا المخلص و فينا النايم و فينا المتهاون و فينا الكسلان نقول ما يخالف ما يخالف كل واحد فينا صراحة يعرف نفسه و يعرف يعني إحنا حين كل واحد فينا يقيم نفسه أنا شلون كنت في رمضان هل كنت من المجدين المجتهدين و إلا من يعني الخاملين المقصرين اللي يعني رمضان خذوا حد حده يعني الصيام مع نوافل قليلة جدا مع قرار القرآن أيضا قليلة عدم استقلال أوقات كذا في الاستغفار و التسبيح و الامر و النهي على المنكر نزين حين رمضان خلص و راح و نحن الآن نوجه رسالة لهذا الشخص الذي قد قصر في رمضان نقول له يا حبيبي يا أخي يا أختي الوقت عندكم و ما زال في العمر بقية الحمد لله خنقول قدر الله و ما شاء فعل النية كانت موجودة لكن خنقول مثلا هو النفس خنقول مثلا الشيطان الذي يثبت العبد أصدقاء السوء الهوى غيره فهذه الامور يعني قد أثرت على هؤلاء المقصرين لكن رغم ذلك و نقول لا ما عليه ترى في مجال نصلح يعني خنقول التقصير ليس نهاية العالم و العبد المقصر ليس ليس هذا من المحرومين من و ليس و ليس من الخاسرين لا بالعكس هو يعني هذا كان اجتهاده و هذا كان حد جهده و هذا كان اللي قدر عليه لكن بعدين لما فات الشهر و حسنا شوية و طلع مننا كسور فأحنا نقول ما عليه يلا احنا الحين نبي نجدد العهد مع رب العالمين و نقوم أنفسنا و نقول ما عليه اللي فات مات و خلنبدأ صفحة يديدة مع رب العالمين شلون أهم شيء صراحة احنا قلنا مثلا الشيء الحلو مثلا هنقول صيام ست من شوال ثم الرجوع إلى القرآن الكريم و كثرة قراءة القرآن الكريم ثم الحرص على صلاة الجماعة في المسجد الفروض الخمسة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشة ما نطوف صلاة الجماعة انزين و كذلك ايضا صرة الارحام و كذلك الصدقة كذلك المعروف نيع المنكر اذا الحمد لله يمدي انتوب يمدي انصحح يمدي انراجع انفسنا و انصلح من احوالنا الله سبحانه تعالى يحب التوابين و يحب الاوابين يحب الذين يرجعون عن خط من خط التقصير الى خط الاستزادة الى خط الجد والاجتهاد فخلونا واثقين من انفسنا ان اذا الله سبحانه تعالى اطلع عليك و رأى من حالك الزعل و الندم و العزم على الجد و الاجتهاد ان الله موفقك باذن الله خل عندك يقين ترى الله ما راح يخليك بروحك الله راح يعينك و الله راح يساعدك و الله راح يعني هيك الاسباب بس انت ابدا بس انت انوي بس انت اعزم و عاهد و اطلب ربك ان يسخل لك الاسباب و هيئ لك الظروف و كذا انت خلها على الله سبحانه وتعالى بس اصدق و الله سبحانه وتعالى يرأ منك فبالله راح تحس بانك معام رب العالمين اذا الحمد لله بنقول ان انت من تقرأ قرآن راح تحس نفسك تقول بعد يعني اقرأ اكثر من تصلي نوافل تقول نفسك بعد حاول تصلي ايضا اكثر واكثر تحس نفسك تحسك على صيام مثلا النوافل على طعام الطعام على الصدقة شفت اشلون فالحمد لله ان باب التوبة مفتوح وان الله اسمه تعالى يعين عبادة التائبين الراجعين انتم احباب الله انتم احباب الله ان الله يحب التوابين فشلون انت لما يكون الله يحبك اذا حبك الله يسر لك امورك وسخلك يعني الظروف كلها لصالحك لكي تكون ان شاء الله من العابدين المشمرين المجدين فالحمد الله اذا ليس نهاية العالم ولا يحوش كاليأس والإحباط الحمد الله هذه انت ما كتناوي لكن الحمد الله صار اللي صار وفات اللي فات اللي فات لكن يلا حنا فيها يلا ويمدي والحمد الله في العمر فسحة وصحة ووقت فحساف ان نضيع ووقاتنا او ان نقصر في جنب الله فالندم وعقد العزم على الرجوع الى الصراط المستقيم الى طريق الجادين العاملين المخلصين فهذا هذا هو باذن الله خنقول بداية طريق الخير الى الى تغيير النفس ومدعات ان شاء الله الى القبول من رب العالمين الى التيسير والتوفيق من الله سبحانه هذا ما نصب اليه احنا بنتوب حق الله نبي الله يعفو عنا ويكفر عنا سيئاتنا وننذف الله سبحانه ان يبدل سيئاتنا حسنات ونحن شرناوين ونحن ودنا ودنا والله سبحانه تعالى ان شاء الله معنا لازم نحس بمعية رب العالمين ان نحن قراب رب العالمين ان نحن فعلا لجأنا الى باخلاص وندمانين وكذا وطالبين رب العالمين لعانه والله سبحانه تعالى لن يضيعنا ولن يتركنا لقمة سائغة للهوى ولا للشيطان ولا الى الخمول فصلاة لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والتوبة النصوح والعزم على الخير وفق الله وإياكم الى كل ما فيه خير وابعدا عننا وعنكم كل ما هو شر ويعطيكم العافية وإزاكم والله خير إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم لألتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم من أجمل تحية ومع السلامة شكرا